اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن شاء الله على بركة الله سأبدأ الخدمة وكما تلاحظوا أنا بديت الوردة تكون الوسط سنشكل الوسط الوريدة سنستعمل حبات البريد بالنفس طريقة التي خدمت معكم أخوات من قبل نحاول نكون ثلاثة الحبات البريد لكي نشكل الوسط الوريدة أنا سنكمل الخدمة الوسط ونرجع لكم إن شاء الله لكي نبدأ الخدمة الوردة بالطرز البرازيلي مع بعض إذن أخوات كما تلاحظوا معي من بعد ما خدمت الحبات البريد التي سنشكل بهم الوسط الوريدة إن شاء الله في تطبيق الموضل بالنسبة الحرير الذي سنخدم به هو مبروم إلى ثلاثة الشعرات في المجموع إلى ستة الشعرات إبرة الطرز رقم خمسة أو إبرة الرندة رقم خمسة والحرير نحاول ما أمكن أخوات أني ما نبرموش بزاف لأنهم اللي غادي نكون نلوي الحرير إلى الإبرة فغادي زيدي تبرملي وغادي يقدبني في الخدمة ذاك شي لشمل الأحسن أن الحرير يبقى مرخوف إلا لاحظه فغادي يبانو لكم الشعرات فاش ملوين فهما ما مزيرش وإنما مرخوف إذا ندخلت الإبرة ديالي غادي نولي ندخلها في الجهة المقابلة مباشرة للمكان اللي خارج منه الخيط بهذا الطريقة في البريد أخوات كان لوي الحرير ديالنا للإبرة مو بشكل عادي لكن فاش كان بغي نخدمو الطرز الأرجنتيني أو الطرز البرازيلي بنفس الطريقة ما كان نخرجوش الإبرة ديالنا من التوب كان نخليوها إلى التوب لكن كان نشكلو واحد الحلقة بهذا الشكل هذا كما ما كانتلاحظو كانشكل واحد الحلقة وكاندخلها في الإبرة وعاد كنسحب الخيط ديال إذا غادي نشكل حلقة ندخلها في الإبرة إذا بهذا الطريقة كانشكل حلقة ندخلها في الإبرة وعاد نسحب الخيط حاولوا ما أمكان أخوات من لي تكونوا تخدمو الطرز البرازيلي أو الطرز الارجنتيني ما تزيروش الخيط ديالكم بزاف على الإبرة باش مليس بغيوا تسحبوا الإبرة ديالكم ما تكونش المأمورية أو المهمة صعبة تسحبوا الإبرة ديالكم بكل سهولة إذا كما كتلاحظوا كنشكل واحد الحلقات كندخلهم على الإبرة باش تكون لي الحبكة إذا بهذه الطريقة رحدي نستمر حتى نحصل إلى المسافة اللي أنا بغيت اللي غادي تكون قد المسافة اللي خليت في الغرزة وربما يباليكم الشكل على الإبرة تقريبا بحال اللي بريد لكن من اللي غادي نسحب الإبرة ديالي وغادي نحط هاد الحبكة اللي خدمت على التوبعد غادي يباليكم الفرق غير من اللي تكونوا كتدخلوا أخوات الخيط ديالكم تأكدوا أنكم ما خليتوا حتى شي شعرة باش ميتشنتفش لكم بالنسبة أخواتي للطرز البرازيلي أو للطرز الأرجنتيني فكينبعد ذات الطرق إن شاء الله اليوم غادي نشارك معاكم بطريقة سهلة أو للتقنية السهلة ومن بعد إن شاء الله نخدمه تقنية أخرى إذا نظن أن هاد المسافة كافية غادي نكتافي بهاد القدر هذا إذا كما لحتو الشكل اللي كان حصل عليه ده بغادي نحاول اللي نسحب الإبرة ديالي نهبط الطرز اللي خدمت غير بشوية ما نحاولش نجرب بسرعة باش ما نقطعش الخيط إذا غادي نحاول نقادد الحبكة ديالي في نفس الاتجاه ونزير إذا كما كتلاحظوا كنكون أول حبة غادي نعود معاكم أخوات غادي ندخل الإبرة ديالي في الجهة المقابلة نخرجها مباشرة في المكان اللي عندي فيه الخيط إذا غا نكون حلقات وندخلهم في الإبرة بهالطريق غا نكون حلقة وندخلها في الإبرة نتمنى أخوات أن الشرح يكون واضح فيهم والطريقة تكون سهلة خاستكم فقط تركزوا مع اللويات ديالكم باش الحبكة ديالكم تجي مقدم زيان إذا كنلوي الخيط ديالي على شكل حلقة وعد كنسحب الخيط كنحاول أني ما نصرعش أخوات باش تمكنوا أنكم تضبطوا التقنية من اللي تكونوا كتخدموا حاولوا أن الحبكات ديالكم يجوا في نفس الاتجاه هادي نزيد تقريبا نجوج الويات باش نحصل المسافة المطلوبة إذا كنظن أن هاد القياس راه كافي عادي نحاول نسحب الإبرة ديالي نهبط طر صغير بشوية كما قلت لكم فاش كنكونوا كاللوي والحرج ديالنا على الإبرة فراه كيزيدي تصبرهم داك شيئا شمل الأحسن أنه ما نبرموش بزاف إذا نغنقادد هاد الحبكات هادو باش نحصل عليهم في الاتجاه اللي أنا بغاه مايبقاوش عندي ملوين إذا بهذا الطريق عادي نعود معاكم نثبت الحبة اللي خدمت عادي نجي هاد الجيهة باش نخالف الضربات ديالي أولا نخالف الوريقات اللي كان نخدم باش نحصل على الورضة ندخل إبرة في الجيهة المقابلة لمباشرة المكان اللي عندي فيه الخيط ونبدأ نشكل حلقات ممكن الحلقات ديالكم تخدموهم علي من أولا لليصر ما كينش فرق إذا كما كتلاحظوا نكون حلقة ندخلها في وسط الإبرة ونسحب نكون حلقة ندخلها في وسط الإبرة ونسحب نتمنى إن شاء الله أخوات أن الصورة تكون واضحة والطريقة تكون نفهومة وأي تساؤل أي استفسار فما تردوش أنكم تخليوا لي في التعليقات ديالكم ممكن أن الحلقات ديالي يكونوا في نفس الاتجاه ما نخدمش مرة على اليمين ومرة على الياسر لأن إذا خدمت مرة على اليمين ومرة على الياسر الشكل ديالي حبكة ستغير تقريبا نقرب نكمل القياس المطلوب ممكن أنكم تحسبوه أخوات إذا نحاول نسحب الإبرة ديالي غير بشوية نخرج هذا الطرز اللي خدمت أو للحبكة اللي كونت على الإبرة حاولوا ما تزيروش أخوات الحبكة ديالكم بشو سهولة تسحب لكم من الإبرة إذن قاعدة الاتجاه ديال الحبكة ديالي أولا ديال الوريقة الصغيرة اللي خدمت كما كتلاحظو بنفس طريقة أخوات غادي نخدم دورة أخرى حتى غنوصل للحد اللي أنا بغى أو للقياس اللي أنا بغى في الوريدة ديالي إذن قاعدة نثبت قاعدة ندخل الإبرة ديالي في هذا المكان إذن كما كتلاحظو مباشرة للجهة المقابلة ونولي ندخل الإبرة في نفس المكان اللي خارج منه الإبرة قاعدة نعود معاكم أخوات آخر حبه بشو ما نطولوش الفيديو بززاف إذن حلقات كما كتلاحظو هنا دخل لي الخيط مكامش فغنحاول أنني نخرج الحلقة اللي خدمت ونعودها لأنه إلا دخلتها نقصة فالحبكة ديالي غادي تجيني مش نتفا كتلاحظو أني ما كان نزيارش الخيط بززاف بش ما قدبنيش من اللي نبغي نسحب الحبكة ديالي بشاكة ديالي بشاكة ديالي مبقاش عندي مرخوف داك شي لاش نصحتكم أنكم ما تبرموش بزاف إذن هاد القياس هادا راه كافي غادي نسحب الإبرة ديالي نحاول نخرج الطرز اللي خدمت غير بشوية إذن هادا نسحب الخيط نقادد هاد الحبكات اللي خدمت بش يجيني في نفس الاتجاه اللي أنا بغى بهاد طريق كنبرك إليه ونزيار إذن كما كتلاحظوا أنا أخوات غادي نستمر حتى نكمل الدورة ديالوردة كاملة وغادي نرجع باش نوريكم الشكل ديالكي فاشكيجي ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا حبيبتي أخواتي كما كتلاحظو هذا هو الشكل النهائي اللي حصلت علي من بعد ما كملت الخدمة ديالوردة بتقنية ديالترز الأرجنتيني أو للترز البرازيلي صراحة هي تقنية سهلة مصعبة كي يجبنا فقط نركز في الاتجاه ديال الحبكات باش نشكلوهم بشكل صحيح والمنظر ديالها أيضا كي يجي رائع وجميل ممكن أنا نوضفوها في عدة رشمات سواء مع رشمات ديالترز الرباطية أو ندخلوها مع التنباس لأن الوردة ديالكي تجي على شكل تروادي يعني كتكون شوية من فوخة داك شلاش المنظر ديالكي يجي جميل حاولت أيضا أخوات أني نخدم لكم تقنية أخرى في الترز البرازيلي أو للترز الأرجنتيني كما كتلاحظو غايبا لكم الفرق ما بين الوردة الكبيرة وأيضا الوردة الصغيرة فالحبكة ديال الوردة الصغيرة كتشكل على شكل عقد أولا كندخلو الحلقات في التجاهين معا إن شاء الله هدي نشارك معكم الطريقة ديالها والتقنية ديالها بالتفصيل في الفيديو المقبل نتمنى أنكم تكونوا استفتهم خلال هذا الفيديو هذا ويكون نال إعجابكم إلى أعجبكم فضلا وليس أمرا ما تردوش أنكم تخليوا ليه إعجاب جاب وأيضا لكنتوا أول مرة تكتشفوا القناة فمرحبا بكم ما تردوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللول الأحمر اشتراك سبسكرايب أبوني وأيضا فعلوا الجرس بش يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله هنضرب لكم مؤيد في الفيديو المقبل بش نشوفهم أعضاء تقنية أخرى في الطرز البرازيلي أو للطرز الأرجنتين السلام عليكم ودومتم في أمان الله اشتركوا في القناة